يمدحون عمر بن عبد العزيز مثل ما قال أحد الخلفاء العباسيين هو أعور بين عميان عمر بن عبد العزيز ألغى لعن الإمام علي كرم الله وجهه لكنه لم يفعل ذلك حبا بالإمام علي كرم الله وجهه وإنما حتى يكف الناس عن لعني يزيد وقال أنا أكره اللعن كله وتهدد من يلعن أحدا بعقوبات هذه مسائل لا ندركها ولا نتعامل معها في الحقيقة وكيء مؤلم وأحيانا الإنسان يجد نفسه منفعل أمام هذه الحقائق لكن لا بد للتاريخ من أن تذكر وتدون حقائقه شئنا نحن أم لم نشأ الغرب يدون ويصدر لنا ممذوجا بالسموم ونحن نحاول أن نؤرخ بحيادية فيقولون لنا نواصب أو يقولون لنا تحبون الإمام علي ما هو العيب في حب الإمام علي كرم الله وجهه ما هو المأخذ أوليس نحن عندما نصلي نقول وعلى آله لا تجوز الصلاة من دون الصلاة على الإمام علي وعلى آله فهذه أمور الحقيقة مذهلة لكن سنتابع وسنستمر حتى لا نحاسب يوم القيامة يا فاطمة بنت محمد لن أغني عنك من الله شيئا الذي سيغني عننا هو عملنا المخلص بمشيئة الله ترجمة نانسي قنقر